اشتركوا في القناة 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 قناة مميزة بصراحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فكانوا بيعلبوني حاجات كتير فعشان كده انا خدت خبرة كويسة جدا من المخرجين ديت عشان كده انا ابتجهت كمان بعد كده لفيلم بتاع محمد سعد فيلم بوحة الصباح ابتجهت ان انا اعمل فيلم تلفزيوني يعني حضرتك بداية حضرتك كانت مصرح ما كانتش بفيلم بوحة اللي الناس كلها عارفت مصرح نعم نعم طيب نعم سمعت طبعا ان حضرتك عامل فيلم جديد اسمه اخرتها ايه نحب نعرف ايه فكرته ايه هدفه ايه رسالة اللي بتوصلها للناس فيلم اخرتها ايه قصة وفيلم انا عامله سيناريو وحوار واخراجي فيلم اخرتها ايه معايا مدير التصوير محمد النحاس معايا بطل في الفيلم الاستاذ احمد فرحات استاذ مجد عبد الحليم الاستاذ عوض الور معايا الاستاذ احمد الحسيني معايا برضك ناس كتير جدا في الفيلم عم ناجي معايا الاستاذ قرم احمد معايا مجموعة كتيرة جدا في الفيلم الفيلم ده يعني قصة حلوة يعني داير عن بيكلم عن الناس اللي هي بتتعطى مخدرات واللي بيتجروا في المخدرات يعني انا بعالج مشكلة يعني باتكلم عن الفيلم ده عن الخير والشر يعني انا طالع اخويا في الفيلم اللي هو عم احمد فرحات ده طالع في الفيلم ان هو اخويا الطيب الراجل الطيب اللي بيعمل خير يروح يتبرع لمستشفى يتبرع لناس غلابة يتبرع لضرعيتام وانا كنت ماشي معاه ببيله ان انا طيب بس ما يعرفش ان انا اساسا تجري المخدرات اللي هو بيشغل الناس اللي هي ايه يعني زي ما العصابة حضرتك الدلر نعم كنت عايز اعرف برضو فكرة الفيلم اللي جاي لحضرتك ده هل هو اه شفت حاجة في الواقع ولا اه طبعا انا شفت بعض شباب قدام مني في المنطقة عندي اه لقيت واد اه معرفش الشارب ايه كده فوقع في الارض فاجبت له ازازة مية ففوقته على اساس ايه ان ايه عربية متعديش تدوس عليه وهو نايم في الارض كده ومتبهدل وابيني وبينكم يعني انا بنصح الجيل بقوله خلي بالكم في اه مخدرات نازلة وحشة جدا اه بنبهكم اه ما تمشوش ورا الطيار ده لان الطيار ده بيدمر الشباب فارجو من كل الناس اللي هي اه عايزة تحافظ على صحتها لو يلعب رياضة في نادي اه اي اي تمرين اتمرن اه ياكل كويس يحافظ على صحته لان انت يعني بيدك ان انت تحافظ على صحتك وان انت تدمر صحتك بنفسك اه الدخان نفسه كتر الدخان السجال اللي بيشرفوها دي لما اغزق بتتهب بتتهب جامل جدا بتسد الشرايين بتاعت القلب والناس بتندم بعد كده فانا بعمل فيلم بعالج مشكلة مشكلة المخطرات تمامي استاذ حسن طب بعرفنا كده الفيلم ليه سميته باسم اخرتها ايه اخرتها ايه ان انا يعني قصة الفيلم انا مش عايز احرقه بس بنوصل الرسالة اخرتها ان في الاخر ان الراجل ده عيتقابد عليه والرجل الطيب ده فزعل على اخوه فمش عايزين نحرق الفيلم لان في مفاجآت في الفيلم الفيلم ده مفاجآ حلوة وانا عامل حاجة كويسة جدا فيلم دراما الفيلم اللي انا عامله ده بيتكلم عن تجار المخدرات وعن الشباب اللي بتاعتهم مخدرات وعملوا قصة دراما يعني انا مش عامل فيلم كده وخلاص كده لا انا عامل قصة فيه هدف بوسر رسالة وفيه كمان اغنية عامل هالي الاستاذ محمد جابر ده موزع وعنده استوديو وفيه كلمات سمير محمد احمد والحان سمير محمد الاغنية طيب تمام ماشي نكمل ونعرض الاغنية الاغنية اسمها دنيا المخدرات بس فيه بقى الاغنية اللي احنا هنشغلها دي اغنية تانية خالص اسمها فيس فيس على اسم الفيلم الجديد اللي انا هعمله بعمل فيلم كوميدي جديد اسمه فيس فيس هو المفروض اسمه فيس فيس ايه المغزى من اسمه برضي او سفات انا مش عايز اقول اسم مش عايز اقول قصة الفيلم عشان محرقشي عشان ما يجيش حد ياخد الفكرة يعملها لان انا بحب بعمل الفيلم بتاعي اخليه مفاجئة بس الفكرة جات في دماغي قلت للمؤلف انا عايز اعمل حاجة كده اسمها فيس المؤلف اللي هو مين اللي عمل الاغنية فالاغنية لقيتها جمدة جدا الاغنية انا لسه ما استلمتهاش من الستيديو بس هي نزلت على يوتيوب على خناة الستيس محمد جابر الموزع الاغنية عجبتني جدا جدا صممت ان انا عمل عليها فيلم اغنية فس فس هتبقى مفاجئة وعيبقى فيلم مفاجئة وعيبقى فيلم كوميدي من الدرجة الاولى طب قول للجمهور بقى ايه المغزى من اسم الاغنية او اسم الفيلم على اساس ان هو يبقى فاهم برضو الفيلم اللي هتفرج عليه انا بوصل رسالة للجمهور بقول ان انا عامل الفيلم الدراما اللي انت هتفرجوا عليه ان شاء الله قريب بإذن الله على خنوات فضائية بوصل رسالة للجمهور بقول انا بعد فيلم اخرتها ايه احبيت اضحك الناس اعمل بقى حاجة اضحك الناس كوميديا اعمل حاجة كده اتفرفش الناس عشان كده انا فكرت في اغنية فيسفس فيسفس دي انا فكرت اعملها اعمل اغنية اساسا اسمها اسمع وشم اغنية اسمع وشم اتكلمنا الاول على اغنية تافسفس دي برضو ما فيبناش ايه المغزة منها او ايه الفكرة اللي جات لحضرتك جات لحضرتك الفكرة ازاي انا عامل اغنية اسمها اسمع وشم الاغنية دي لقيتها ملفتة فيها كوميديا فعجبتني فعملت اغنية برضك اسمها ببي فانا بعمل اغاني غريبة اغاني غريبة جدا اللي اسمع الاغاني بتاعتي ما هيبطلش دحك اه عامل اغنية بقى اللي هي فسفس دي عجبني الافيه بتاع فس فس فعشان كده انا صممت ان انا اعمل فيلم اسمه فسفس فانا عايز اوصل رسالة للجمهور ان انا عايز اوصل الرسالة اقول لهم اتفرجوا على فيلم فسفس عتشوفه فيه مفاجئات الفيلم ده عايز بقى اخراجي وبإذن الله سيناريو والحوار العبد لله ده اول اخراج لحضرتك ولا هو اول اخراج انا عملته اللي هو الفيلم اللي انا خلصته بتاع اخرتها ايه اه اه انا كنت اعمل قبل كده ده كان اول اخراج لحضرتك نعم كان اول اخراج لحضرتك فيلم اخرتها ايه اه فيلم اخرتها ايه لو اتعتبر اول اخراج ليه بعد ما انا اخرجت الفيلم اللي هو اسمه الضمير انا عامل فيلم اسمه الضمير برضا قصته حلوة اه عملته في حدوتة صغيرة مدته تلت ساعة الفيلم ده انا صورته في مكان واحد لوكيشان واحد اه في مستشفى امراض عقلية الفيلم ده انا شخصت كل واحد في قلب المستشفى دخل المستشفى المجاني اللي فقصة الفيلم اه عملت الفيلم مدته تلت ساعة قلتلي خليني اعمل فيلم تلت ساعة طب ما انا اعمل فيلم ساعة اخرتها ايه? اه لو الاغنية جاهزنا معنا جماعة نعرضها? طيب طيب ايه. اه نتكلم نرجع لفيلم اخرتها ايه? ونعرف طبعا هو بطولة مين? اه هو الفيلم بصراحة اه انا مش ميخلي بطل معين. هو المفروض حسن الالي واستاذ احمد فرحات هم الاساس ومجدعب حليم والاستاذ قرم احمد واحمد الحسيني وعوض الور واساس ناجي دول الاساسيين في الفيلم. فالموضوع انا خلته فيلم بطولة جماعية. وحلو ان هو يعني الفيلم واخد شخصيات كتير كويسة. اه اه. وبعدين اه في وجوه جديدة. اه. المسكندرية. اه اللهم صلى على النبي. يعني اول مرة يقفوا قدام القامرة عندي في التصوير. اه. ما شاء الله عليهم دلوقتي. وشفت في الفيلم متى حضرتك اسناء تصويره وشفت ان فيه اطفال كويسة جدا. اطفال صغيرة. اه. بس عندهم موهبة وعايزين يبقوا حاجة. اه. ده ده رأي حضرتك فيه اين? ده هيبقى حاجة ما يكبر ولا? اه. اه. التمثيل ده اه موهبة. فعشان كده احنا بنحقق الموهبة دية للجيل اللي طالع. اه. لان هو اه. اه. الفن ده. اه. عايز الواحد اه. يعني طالما بيحب الفن. وعايز يبقى فنان. لازم يتعب. انا تعب تجامد اوه عشان اوصل للمرحلة دي. فبالنسبة للجيل الصغير ده. بيتعلم واحدة واحدة لحد ما يوصل اللي هو عايزه. اهم حاجة في الموضوع كله ان هو يبقى زكي. اللي هو يبقى زكي جدا. طالما هو زكي. وفاهم مش هيتعب المخرج. مش هيتعبه في اي حاجة. اه. يقدر يستوعب ويقدر يفهم ايه اللي عايز يوصله. اه. 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 يقدر يوصل للمكان ده صح. اه. وان شاء الله بازن الله الفيلم ده. اه في مفاجآت. الفيلم قصة. طبعا يزين حاجة حصري بقى كده على الكنة السحو الجمال. اه. باي حاجة حصري بقى. اه. وماله ان شاء الله الفيلم نجيبه. نجيبه بازن الله. ان شاء الله. اه. طبعا يزين برضو نعرف بدأت تصوير ازاي. بدأت تسكين الادوار. اه. ايه بتمايز ده ده دور معين. انا نفسته. انا نفست الفيلم ده من غير ورق. من غير ورق خالص. ما فيش سكريبت خالص? ولا الهوى. دماغي. طب والناس اللي هي الوجوي جديدة. ادرت على كده ازاي مدرت تستوعد ده. انا بقول لفلان اقول كذا اعمل كذا. اقول كذا اعمل كذا. اتعمل الفيلم. هي الزكاء هنا بقى. اما بقعدش بقى احضر في فيلم سنة واثنين وعشرة عشان اعمل فيلم. يكون الناس بقى ايه. اه. ايه. بدأ التصوير. اه. في دماغي فكرة صغيرة. بطورها. هي دي الزكاء. اه. طب ما انا ممكن. اقول لواحد اكتب كذا كذا كذا. اعمل كذا كذا كذا. هياخد وقت في الكتاب. اكيد. عمال ما يخلص لي الورق. هيكون يوم الضرب مني. اقول فكرة ترائد. اه. انا بقول تعالى. اه. تعالى فلان. اقول كذا. اقول كذا. اعمل كذا. اقفل حتة. اعمل كذا. اعمل كذا. هو ده المخرج الشاطر. اللي هو بيعرف يشتغل من غير ورق. من غير ورق. انا ممكن. اه. لو في حد اداني ورق. انا اضيف عليه حاجات. لو قال لي انا عايزة اخرج الفيلم ده. انا اضيف عليه حاجات. بس اكيد ده كان صعب على بالنسبة للوجوه الجديدة اللي بتظهر الاول مرة في الفيلم. انا بقى اعمل ايه. بيجي قدام القمرة. مش بديله بقى. اه. يقول بقى كشكول ولا صافحة. لا لا لا. بقول له. قوله الجملة دي. كذا كذا كذا. اداءها كذا كذا. اعمل كذا كذا. لو ليت الوقت زكي. وعي اعمل اللي انا عايزه. اخليه اعمل الدور ده. مش هيعمله صح. الغي واجيب واحد تاني اعمله. هي دي الزكاة. هي دي الفكرة. بس ده ما يعملش احباط او تحطم للشخص الطفل او الوجه جديدة. اعمله بقى ايه شخص يعني دور تاني في حاجة تانية. اه يعني بيبقى مع حضرتك في نفس الفيلم. اه بس بعمله دور في حاجة تانية. دور اخف يعني. اه يعني في واحد انا كنت مديله دور في الفيلم اه قلت له انت هتطلع زعيم عصابه. هتطلع زعيم عصابه. بعد ما فكرت ان انا هتطلع زعيم عصابه خلته في الاخر اه مباحث اللي هو رئيس مباحث. اللي هو جاي يقبض علي. ايه المغزة? اه? ايه المغزة او ايه الفكرة انه بعد ما كان زعيم عصابه يبقى رئيس مباحث. اه الشخصية اللي قدامي اه الشكل بتاعه. انا اديته الدور اللي اللي لقى عليه. هو الفنان ممكن يهس للشخص قدامه كده. يقول له انت دورك ممكن انت تأمل دور دكتور. طب استاذ عوض الور. انا مديله ايه? دكتور مستشفى امراضه عقلية. استاذ عوض الور. ده اعلامي كبير. هو راجل محترم. وآآ. فنان زكي جدا. وعمل كوميديا جميلة جدا في الفيلم. وال الثانس قارم احمد ده ممصر جميل جدا. ايه اه. عشوف المفاجآت حلوة. طب عمي ناجي بردك. ده دور التمرقى. الفيلم فيه مستشفى مجانين وفيه مخدرات واسم الفيلم اخرتها ايه يعني انا حاطت فيه حاجات جميلة ان انا اضحك الناس وابك الناس ومش عارف ايه حضرتك معنى ان هو فيه مستشفى مجانين حضرتك توصد ان المخدرات بتوضي المستشفى مجانين كل حاجة توصل لده لما وعد لمؤاخذة يفضل يسرف فلوسه على المخدرات يفضل يسرف 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 ابسط حاجة ايه هيكلم نفسه خلصت فلوسه انا دلوقتي اقعد اجيب مش عارف ايه وبالذات اللي بيطعطى بودرة اللي بيطعطى بودرة بالذات واللي بياخدوا اهبر واللي مش عارف كل الحاجات دي ربنا الشباب بتاعنا زي الورد لازم يحافظ على نفسه لان مصر بخير شعبها بخير اهم حاجة ان احنا ننصح الجيل اللي طالع الجيل اللي طالع ده المشكلة كلها جاي من الجيل اللي طالع نعم المشكلة كلها جاي من الجيل اللي طالع يعني المخدرات وكل اللي بيشرم من الجيل اللي طالع لسه ها مزبوط مزبوط الجيل اللي طالع ده اا با انا اقولك على حال انا ماشى فى امان الله انت ماشى فى مبابة وانا ماشى فى الشارج كده ماشى على الرصيف فانا ماشى على الرصيف ففي عيل ساعة عربية قرب ومعود انا ماشى على الرصيف لحبه عكس واحدة و الحبه ده حد وماشى على جنب الماشى جنب ما بين اليرdig العربيات من هنا ومن هنا وماشي كده ماشي كده في حال في امان الله عربية راح الجاي ايه ماشي كده وهي ماشي كده عربية قروا الوقت ماسك توبة توبة وراح مدهاني في ظهري كان عربية خدت الضربة في ظهري انا دم فار جريت وراه الوقت ده انا جريت وراه فضل يجري بالعربية اكيد مش طبيعي اكيد في حاجة مهوة عيل لمواخزة ماشي بيرازي في الناس المفروض اللي بيبقى بيأكل ايش يحترم نفسه انت ساعة عربية قروا يبقى ركز في الطريق ما دايش الناس واحد بشانب كده ماشي هو عايز بقى يضحك الناس عليه راح هادفني بالطوبة في ظهري الطوبة جات في ظهري رحتاني جري ورا الود انا فضلت اجري ورا الود لحد ما الود دخل في الشارع كده رحتاني جاي مسك العربية لان العربية وقفت وروحت جاي ايه الود مسك الخشبة كان هم ولدين احدين العربية كان هم زي ما يكون فيه توبة ع العربية كانوا مفضين نقل الطوب حاجة زي كده وفي بواقي توب فالود راح جاي مسك الخشبة خشبة طول اختوخة كده وعازت ديني على دماغ كده رحتاني عامل كده وروحت ماسك الخشبة من يده وروحت قصرها على ركبتي عشان ما مديش ايدي عليه لو ان الخشب دي لو نزلت بها على دماغه عجب دماغه نصين اكيد هو يعني عارف حضرتك وحب ان هو يكس حضرتك او يتكلم معاك باتوز بك اه وعال زغار مش كبير المهم الوقت ده ايه يعمل ايه لقيته خلاص مش قادر يعمل حاجة خلاص اترعب وروحت ماسك الولدين وروحت ايه انا ماشي في امان الله بتضربوني بالطوبة ليه باو 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 رحت ضربهم الاتنين في دماغات بعض الاتنين ده يجيب دم من سنانه ما ام خرشمتهم وروحت جاي واخد حقي وماشي لان انا مفتريتش انا جبت حقي ليه الطوبة دي عاملة زي ايه السن بتاعها لما جيه في ظهري اكن فيه مصمار رشق في ظهري فده اسمه ايه غباء من العيال اللي طالع الجيل وطالع برضك داخل فرح في الطوابق فقاعد كده في امان الله ففيه بتاع الليه عاملة زي الشدر ايه رح جاي من ورا رح حدفني بطوبة في ظهري وجاري لو هم تقريبا قصدين بموضوع الطوبة ده لا هم بقا بيعملوا ايه هم عايزين ان انا ابوصله كده فيأمل ايه فهو عيخاف يجي يلمسني ويعمللي كده عشان يشوفني لا هو يوم حدفني عشان انا بوص كده هيبقى هو شاف شكل ايوه هو بيمكش حضرتك او عايز اتكلم مع حضرتك شوية ايوه بس مش لدرجة الغفاء ما هو ممكن اعورني مم طوبة دي ما هي بتعور هو يعني لما الواحد بيشوف فنام في الشارع ببقى كده انو عايز اتكلم معايا عايز اتعرف عليه كده تمام انا عامل الفيلم بتاعي بقى الفيلم بتاعي باتكلم كمان عن البنات اللي بيشرب مخضرات في بنات بتاشها مخضرات كتير اه الفيلم بتاعي باتكلم عن البنت بنصحها اللي هي الطالبة بتاعت المدرسة ساعات واحدة انا شفت بعناي واحدة انا دماغي مصدعة ممعكش برشامة مش عارف ايه يجي واحد ابن حلال يقوم اديها برشامة تقوم البت تدمن البرشام اللي هو اخدته لان هي ما تعرفش برشامة ايه هي بتاخد وخلاص عايزة تضيع الصداع وهو يأذيها عشان كده انا بوصر رسالة في الفيلم بتاعي بان بقول اي بنت طالبة في المدرسة او في اي حاجة يجي واحد صاحبها بالذات الصحاب اللي ام الشباب عشان الشباب دول في الدراسة او في اي مكان لما يبقوا مع بعض البنات او الشباب في شباب بتبقى جواها شطان المفروض يعني اعتبر دي اختهم مش ان انا امشي اشيل برشام معايا يكون مخدر ولا اي حاجة وامة دي البنت تقوم هي لا لا كان عندي صداع ومش اعرف ايه وعايزة برشامة امة ديها البرشامة البنت تتعود عليها فعشان كده انا اتكلمت عن حاجات كتير في الفيلم بوصر رسالة بوصر رسالة بقول للبنت انتبهي مش اي حد كده يديك حاجة تغدية تحطيها في بوقك طيب نحب طبعا في بنات اساسا بتبقى مش في وعيها بنات غلامة جدا نحب نسيب دي رسالة لحضرتك النهاردة نسيب دي رسالة حضرتك النهاردة للجمهور الجميل ده وطبعا اسكر حضرتك على الحوار الجميل الرائع اللي كله هم مويزات وكله بجد يعني افكار جميلة وطبعا ظهرت حاجات كتير للجمهور طبعا عارف حاجات كتير على حضرتك نعم نسكر حضرتك شرفتنا ونورتنا النهاردة وان شاء الله شرفنا في لقاءات اخرى كتير جدا اشكرك استاذ حسان على الحوار الجميل ده وانا بشكر الجمهور الجميل والناس الجميلة وانتظروا فيلم اخرتها ايه وان شاء الله قريبا جدا عتم تصوير فيلم فسفس والمفاجآت اللي جاية احلى واحلى مع حسن الهلالي اوعد غمض عينيك بالتوفيق طبعا استاذ حسان بالتوفيق لحضرتك النجاح ودائما من نجاح لنجاح واسبكم دلوقتي مع فاصل اعلاني ونرجع تاني مع فكرة جديدة مواهب مختلف وارجعنا لكم بعد الفاصل واحب ارحب دلتين فعلا حسيت ان هما موهبين فعلا بيحاولوا ان هما يصعوا ورا هدفهم بيحاولوا على قد ما يقدروا رغم صغر سنهم بس بيحاولوا ان هما يفصلوا لحاجة حاجة صح مش حاجة غلط بيحاولوا ان هما يعملوا حاجة صح في حياتهم مع ان هما يعني لسه بيدرسوا ما خلصوش دراسة وقالوا لأ طب نبدأ بقى لأ هما بدأوا بالفعل وصغر سنهم فعلا ادهشني حسيت بدهشة غريبة لما حسيت ان فيه اطفال عندهم موهبة قوي كده حاجة جات لهم وحبوا ينبوها احب ارحب بيهم وراحب بضفتي الاولى ولاء اشرف هتغنلنا النهاردة وتمعنا صوتها الجميل الموهبة فعلا واحب ارحب بضفتي الثانية زينة عصا اهلا بحضرتك طبعا زينة بانوتا جميلة جدا ورقيقة وطبعا زينة بتقلد فني كده حاجة بسيطة بس رائعة يعني حاجة رائعة فعلا صغيرة جدا وادهشني ان هي صغيرة صغيرة يعني يعني اربعتاشر سنة تقريبا تلتاشر كمان تلتاشر سنة بس فعلا حاجة موهبة يعني هتشوفوا احب الجمهور يحكم عليهم طبعا ويقول فعلا دون نسبة موهبين ويعرفوا بنفسهم موهبين ازاي ولا كلمين دلوقتي طبعا عرف الجمهور بنفسك وعرفين ازاي بدأت موهبتك او بدأت امت او ازاي انا اسمي ولا اشرف موهبتي اللي اكتشفها كان بابايا اللي ارحمه اكتشفها وانا صغيرة ابتدت اشتغل في الموهبة ديت لما دخلت اعدادي ومشيت ورا نفسي انا عندي هدف عايزة احققه فبامشي جدا عن هدف دوت وان انا نفسي احققه وكان في مثلا انا كان في حد دي مثلا لو في حد رفد فيه ناس كانت رفضة ان انا امشي في الهدف دوت بس انا لأ انا مصممة جدا ان انا امشي في الهدف ده بالذات دي حاجة ربنا بعتها لي فانا مش عايزة اخسرها فانا حبيت ان انا امشي فيها بدأ بقى حلمي من اعدادي وبدأ بقى امشي لحد ما اجيت هنا من حضرتك كويس جدا طب بعد شرفتين النهاردة طب كلمين انت يا زينة بقى بدأتي ازاي ومين اللي بدعمت دايما انا مو نصغيرا امامتي هي تدعمني دايما انا مو نصغيرا امامتي هي تدعمني دايما لا امامي هي حاسألهم لا هي امامي انا صغيرة كنت بحب التمثيل جدا وعدت اخد مقاطع صغيرة من المسلسلات وقلدها بشكل كوميذي انا بحب الكوميذي جدا ايه تلقيني احطت ميكا مختلفة عملت كاراكتر تاني غير شخصيي وعملت الشخصية اللي انا عايزها فانا بحب الحتة دي جدا طب انت هتورينا هنا ولا هنشوف فيديو بقى اي حاجة احنا لازم نوري جمهور شوف الفيديو نسمع صوت ولاق ونرجع تاني لزينا بفيديو معي تفضلي ولا سمعينا اغنية مجازة لنا النهاردة اغنية عارف حبيبي؟ تفضلي عارف حبيبي ولا شايفك وسمعك بنسكن الدنيا معك حب نفسي عشان حبك حس اني بدأت عايش كل يام احلمتي بيك ليتو فيه سوري عارف حبيبي ولا شايفك وسمعك بنسكن الدنيا معك حب نفسي عشان حبك حس اني بدأت عايش كل يام احلمتي بيه ليتو فيك ضحكتك صوتك عينيك مهن قلت حبيب عليك الكلام ما يكفيش لما تشوفك عينيه انا بنسى حياتي وبنسى سنيني لما بكون عيك بلاقيني ميتو من نوع حبك دم دوبني وان زعلتك مر حاسبني مهلو سنة تروح وتسبني اموتنا قبل يام انا شفت عذاب وجراح بس يا قلبي خلاص من الليل ارتاح رؤى يا ولاي رؤى طبعاً السوت قدهشني فعلاً ورغم اني مش اول مرة اسمعه بس فعلاً مبسوطة جداً وبحب اسمعك جداً رغم ان انا مش اول مرة اعرف ولاي على فكرة بسمع صوتها على طول بس يمكن انا بكلمها على واتساة بقول لها بعتي له اغنية بحب اسمع صوتها جداً طبعاً ولاي حد رائع نحب بقى نشوف اسفائزينا مجهزان النهاردة فيديو الجميل بتاعها ممكن نرد الفيديو بتاعها جماع احفاك رائع الجمل ده ده كان اول حاجة تبدأين انت بتقليديها عشان كده بقى بدأتي بيها النهاردة طيب تمام طبعا شرفتوني النهاردة ونورتوني وكان نفسي الوقت يبقى اطول من كده طبعا بس للأسف طلعينا متأخر بس يلا هتخلي عليهم مش هتكلم معهم النهاردة نختم حلقتنا وشو الله يبقى ليكم معايا تاني علشان الوقت اللي سرقنا ده احب اشكر جمهوري الجميل على سماعوا لينا ومشاهدتهم تابعتوا لينا وتواصل معانا دايما وطبعا برد على كل اسئلكو كل كلامكو كل رسائلكو ومن هنا الاسبوع الجاي اصيبكم في رعاية الله واحب اقول ما كلتي الشهيرة اسعى اصبر خطط احلم اكيد هيتحقق